غضب شعبي متصاعد في الشارع العربي تزامناً مع استمرار قوات الاحتلال الصهيوني في عدوانها على قطاع غزة تظاهرات شعبية حاشدة في مدن عربية عديدة تطالب حكومات تلك الدول باتخاذ مواقف أكثر قوة لوقف شلال الدم الفلسطيني في غزة وعلى الرغم من تماهي الحكومات مع هذه التظاهرات وعدم مواجهتها أو التضييق عليها إلا أن ما يجري كشف عن عمق الهوة بين مواقف الشعوب العربية ومواقف حكوماتها فبينما تطالب الشعوب بوقف العدوان وتقديم الدعم للمقاومة والشعب الفلسطيني بما في ذلك الدعم السياسي والعسكري لا تتجاوز أكثر الحكومات العربية موقف مناشدة المجتمع الدولي للضغط على كيان الاحتلال لوقف الحرب جرأة وحجم عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية يوم السابع من تشرين الأول الجاري وما أظهرته من هشاشة الاحتلال وضعفه وارتباك قواته وفقدانها السيطرة أمام عدد من المقاتلين الفلسطينيين ربما لا يتجاوز الألف مقاتل كل ذلك رفع سقف الطموح والأمل لدى الشعوب العربية تزامنا مع ارتفاع مستوى الغضب الناجم عن جرائم الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة واستهدافه المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات الأمر الذي يمثل ضغطا شعبيا متزايدا على النظام الرسمي العربي لاتخاذ موقف أكثر قوة إزاء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين وبحسب محللين فإن طول أمد الحرب وزيادة أعداد الضحايا الفلسطينيين من النساء والأطفال الذين تستهدفهم آلة الحرب الصهيونية ربما يؤدي إلى تفاقم للغضب الشعبي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة ما يفرض على الحكومات العربية ضرورة ردم الهوة بين مواقفها ومواقف شعوبها باتجاه وقف العدوان وإلا فإن الحرب الحالية في غزة قد تكون مجرد بداية لمرحلة من الاضطراب السياسي والأمني في هذه الدول مرحلة قد تؤسس لتغييرات عميقة في بنية النظام الرسمي العربي